طيب نروح لمنتخبنا الأوليمبي مبارح كنت أتكلم أنه ميستر ميكالي روجيرو ميكالي المدير الفني البرازيلي لمنتخب الأوليمبي كان تواصل مع المسؤولين في منتخب في الاتحاد المصري وتحديدا مع كابتن براكات بيبقى أنه كابتن محمد براكات هو المشرف على المنتخب الأوليمبي الراجل طالب أنه ما يلعبش في فترة الإعداد للألعاب الأوليمبية مع منتخبات أفريقيا وقال أنه بيكتفي بشكل كبير بالمواجهات الخامسة اللي خضها في بطولة أمم أفريقيا وعنده رغبة في أنه يلعب مع مدارس مختلفة مع مدارس كروية مختلفة عن مدارس الأفريقية لأنه أنت مش عارف راح تقبل مين هناك وبالتالي أنا يمكن من يومين قلت أنه أسبانيا كانت خطبت أو تحدي أسبانيا خطبت للأتحاد المصري رغبة في إقامة مباراة ودية وده اللي أكد عليه ميكالي قالك أنا محتاج خمس أو ست مطشاط مع منتخبات معادة تقيل مرة من أسيا مرة من أمريكا اللاتينية مرة من أوروبا وتكون منتخبات كبيرة ما تكونش منتخبات صغيرة عشان يبقى فيه احتكاك حقيقي ويقدر من خلال المطشاط دي أو المواجهات دي يقدر يقيس فرقته وقفة فين يقدر يشوف أوجه القصور في مواجهة الكبار إيه الثغرات أو الحاجات اللي ممكن يكون محتاج يشتغل عليها قبل ما يروح لأولمبياد باريس ومفترض أنه يكون فيه تواصل في الفترة اللي جاية عشان يعني يتم التنصيق مع واحد من المنتخبات اللي جاية دي عندك منتخب إسبانيا هيشارك عندك منتخب فرنسا عندك منتخب أوكرانيا دي منتخبات أوروبية هتشارك بالفعل في دورة العابة الإنبية مفترض أنه يتم التنصيق مع اتحاداتهم عشان يكون فيه مواجهة على الأقل والدية بين منتخب المصري وبين واحد من المنتخبات التلاتة دول وأعتقد أن اتحاد المصري بدأ بالفعل أو قرر بالفعل الموافق على طلب مستر ميكالي وهيتم مخطبة إسبانيا وفرنسا وأوكرانيا عشان يبقى فيه مواجهة يوم في شهر المقبل في شهر سبتمبر اللي جاي علماً طبعاً بأنه إنجلترا مش ه... يعني هي اللي تووجد بلقب أم أوروبا اللقب اللي مفترض أن يؤهلها لكن هي مش هتشارك مش هتتمكن من المشاركة في دورة العابة الإنبية لأنه الأولمبياد ليها قصة مختلفة شوية عن كاس العالم يعني إنجلترا ممكن تلعب في كاس العالم باسم إنجلترا لكن في دورة العابة الإنبية ما ينفعش إنجلترا تشارك باسم إنجلترا لأنها جزء من... يعني ما بتعتبرش بالنسبة لدورة العابة الإنبية دولة مستقل هي بتعتبر جزء من المملكة البريطانية وبالتالي إذا هيشارك يبقى اللي هيشارك المملكة البريطانية ككل أو عالم المملكة البريطانية هو اللي يرفع مش عالم إنجلترا في دورة العابة الإنبية في إنجلترا مستبعدة قردي من المشاركة في أولمبياد باريس شكرا